ترجمة نانسي قنقر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وما اشهده هذا القطاع من تطور مشهود في ظل المشروع التنموي الشامل لجلالته ايده الله واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان الجهود التي تقوم بها الحكومة المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تسهم في تعزيز التقدم والتطور المتواصل الذي تشهده المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات مشيدا بحرس الحكومة المقرة على رسم السياسات ووضع الخطط لضمان استدامة الموائمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل وبناء مستقبل المشرق للمملكة جاء ذلك خلال رعاية معالي رئيس مجلس الشورى حفظ افتتاح مجمع امانات التابع لمدرسة بيان البحرين الذي اقامته المدرسة ظهر اليوم بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالقطاع التعليمي وقال معالي رئيس مجلس الشورى ان تنامي عدد المؤسسات التعليمية ونجاح الخطط والبرامج الدراسية والتعليمية التي تضعها والمشروعات المصاحبة التي تحرص على تنفيذها يعقس ما تسخره مملكة البحرين من امكانيات رفيعة ودعم ومساندة للمنظومة التعليمية وذكر معالي رئيس مجلس الشورى ان الشراكة الايجابية والتعاون البناء بين المؤسسات التعليمية يثمر عنه ترسيخ المكانة المرموقة التي وصلت اليها المملكة في القطاع التعليمي ونوها معالي رئيس مجلس الشورى بالمشروعات والبرامج النوعية التي تنفذها مدرسة بيان البحرين مشيدا بالدورة الذي تقوم به الدكتورة الشيخ مائل اعتابي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين وجهودها المخلصة في صوغ رؤى وافكار تسهم في استدامة عمليات التطوير والتحديث في المدرسة ترجمة نانسي قنقر